اشتركوا في القناة 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 اهلا بلقائك اهلا بلقائك اهلا بلقائك انا كمان سعيد اما عبد الرحمن حسن اللي خدعني المرة اللي فاتت وكان جاي لنا ببدلة كده وخضتني بالجرفات ده فاكتشبت بعد وقت طويل انه كريم وابن الاستاذة سناء اهلا وسهلا اهلا بلقائك قلتلك انا مش هعدها لكو على هوا حالك فانا هو صدقت في وعد يعني تتنكر تلبس بدلة تغير معاك سهيلة اهلا سهيلة الحمد لله في سنة ستة سهيلة اه انتو السنة دي كلهم متفوقين اه ومن الاوائل الحمد لله فضل من ربنا قولنا اخبارهم ايه قبل ما نبتدي كلمين عنهم بعد الزيارة ايه اللي حصلوا راحوا حكوا تجربة شكلها ايه اه طبعا هو بقى الوضع مختلف جدا في البلد استقبال الناس ليهم و في البلد اه اه بقى فيه ثقة كنف نفسهم بقى فيه جرأة اكتر في الحور اه في المدرسة بقوا عارف كمان احنا حتى 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 ردود فعلنا احنا كاولياء امور او كمدرسين اختلف ناحيتهم لان هما بقوا اكثر فهما ووعيا وحسوا ان ليهم حق ان هما يتكلموا ويعبروا عن رأيهم بصراحة ده تبقى مسئولية اكبر على فكرة على عاتق المدرس يعني او ودارة المدرسة يعني بقت بتتعامل معهم بشكل مختلف طيب خلينا اقولكو ايه الكتب الناس فيه نقطة انهما كمان بقوا اه احافز ا ان هما يطلعوا في البرنامج تاني ان هما يطلعوا الاوائل وحضرتكما وعدت فكل منتظر بقى ان هو فعلا يعني تفوقه تلات مراكز عندنا على الادارة ما شاء الله اه رودة الاولى على الادارة ومحمد الثاني واه واحمد محمد الثالث فدول تلات مراكز على الادارة عندنا ما شاء الله ما شاء الله عمر اسامة تالت عدادي الاول على الادارة والاول على المدرسة ونادى التالت على المدرسة مشاء الله طيب ده شيء مبشر وانا شكرا جدا للوفاء بالوعد لان دي كانت نقطة مهمة جدا احنا مبصرين طول الوقت وعايز اقول لكم اخبار كويسة يعني ده جزء من كتب هتشوفوا كمية كبيرة من الكتب هذه الكتب مهداة الى مدرستكم العزيزة شكرا من الدار المصرية اللبنانية الاستاذ محمد رشاد والدكتورة هلا عمر من دار هلا دي مجموعة كتب مبدئية ولكن وجودكو والفكرة نفسها عملت ايه؟ قبل من نبتدي الحوار وده كان الاستاذ محمد رشاد جزء من التفكير في هذا الموضوع احنا عايزين نعمل مكتبة في كل مدرسة في مصر وحنبتدي بالصعيد وبالارياف والمحافظات البعيدة في كل مدارس مصر والرجل متحمس جدا وستنضم الينا مكتبات اخرى الدكتورة هلا عمر كمان رحبت جدا بدا احنا واحدة واحدة هنبتدي المدارس المتفوقة والمدارس اللي فيها اولاد كده يفرحوا هنكون لهم مكتبات مش كده بس هنعمل مسابقات لاحسن قصة واحسن رواية واحسن قصائد شعر واستاذ محمد رشاد اعلن عن تبرع بطباعة الديوان الاول او القصة الاولى وتوزيعه على مستوى الجمهورية ووجوده في المعارض وقال لي بالنص احنا نقدم يوسف ادريس جديد ايه المانع ان كل سنة يبقى بندور على يوسف ادريس وكاتب وانا اجيب محفوظ واسماء عظيمة موجودة في الادة بالعرب قال لدكتور جابر اصفور مبارح وانا بنقشه في الموضوع بقول له احنا بنفكر في كذا وحن نعمل كذا وانا خلص خط حق الملكية علشان محدش يصطو عليها فتبرع بشيئين قال لانا متبرع بخمس تلاف جنيه قلت له انا كامل خمس تلاف جنيه ونجيب جوائز للاول والتاني غير الكتب اللي هتطبع وقال لي واكتب مقدمات الكتب الادبية ايطان الله فده كله بسببكم انا عايز اقول لكم ان وجودكم بعمل حالة فاحنا فرحانين بيكم وخليكم زي ما انتم انا في وجود الدكتور اسامة الازهري والحبيب علي الجفري ساترك الحوار ساكون متابعا فقط ولكن اريد ان اسمع منكم ما تحبوا ان تسألوا فيه العلماء انتوا الاول بتحبوا علماء الدين يعني انت لما بتتفرج على علم دين يا عمر بتحبوا تسمعوا اللي بقول لك بتاخدوا كده ولا عندك عندك تحفظ عايز تنقشه فيه كلام بترفضه بتخاف منه بتقدسه احساسك تجاهه ايه انا اي كلام بسمعه مع اي عالم دين بحطه فيه دماغي الاول مش باخده مسلم به نعم احنا قاعدين اصخاب فك خالص وبالراحة ولا يهمك قصر لازم الكلام يدخل دماغي الاول وبعدين يطبق نعم طبعا في بعض العلماء باحترمهم بقدرهم تماما وبعض العلماء لا تحترمهم باحترمهم طبعا نعم بس احيانا بيكون في كلام انا يعني مش مش بتقبل الكلام دي هل تذكر اشياء من هذا الكلام اللي بيتصدب مع عقلك وتقولش هو ايه الكلام ده حاليا لا حاليا لا طيب لو كان لديك اسئلة لو عايز حاجة في اسئلة بتشغلك في الدين ماذا تريد ان تسأل تحب تسأل ايه قدامك علمين كبيرين فتحب تسألهم في ايه هو انا كنت شفت موضوع بتاع رسالة الى الله هي رسالة الى الله على ما اعتقد معناها الدعاء ماشي فانا احب اسأل حضرة الشيخ ما هي اداب الدعاء افتدأ اولا يعني السرور الكبير والترحيب الكامل بحضراتكم جميعا ضيوفا على هذه الحلقة ويشرفنا جميعا ان نقدمكم الى السادة المشاهدين وان نكون من جملة من يتشرفون بخدمة هذه العقول وهذه المواهب التي هي نبت مبشر ومشرق نبت في عمق الصعيد الطاهر ليجدد عهد هذا الوطن بالثمرات الطيبة المنيرة التي طالما اخرجتها هذه الارض المصرية طبعا لازم تنحاذ للصعيد يا مولانا طبعا كي زي ما قال عصبية لا تخل مني بدين ولا مرؤة وانا حقيقة يعني انحاذ للصعيد بلا شك واحب للصعيد وسبب ده انه مخزون القيم والعراقة والاصالة التي عرفها العالم عن مصر والتي نبتت في الارض المصرية على سواء رأيناها في الصعيد وعايشناها ورأينا الشخصية المصرية النقية الصافية طب ممكن قبل ما اتكمل يعني لو سألت محمد لما الدكتور قسامة بتكلم كده محمد بتفهم الكلام ولا عايزه يبقى بيتكلم ببساطة وعمية اكتر بصراحة بصراحة افضل البساطة يعني الكلام اللي قاله الدكتور قسامة دلوقت قدرته تفهمه كله ولا في حاجات منتش ملاحق تر لا هو نوعا ما مش كله يعني وانت يا رود زي رأي محمد يعني مش كلكو نفس الرأي ولا تحبه لما تتفرج على شيخ انه يكلم بالفصحة ويتكلم لغة عربية كاملة لا انا احب الشيخ لما يتكلم باللغة العربية بفصحة بحب الشيخ لما يتكلم باللغة العربية الفصحة يعني طيب لا تتنافى اللغة العربية الفصحة مع البساطة حد تاني ليحبوا يبقى بلغة عربية فصحة ولا تبقى لغة عامية بسيطة منكم كلكم انا احب باللغة العربية الفصحة وبعدين يعمل تبسيط عشان كل الناس تفهم بعدين تمام احب بقى في مستوين مستوى لغة عربية فصحة ومستوى بسيط يعني بقى في ناس كده وناس كده بحيث نخاطب الطرفين يعني اه تمام اتفضل لدكتور انا افضل برضو يجي لغة عربية فصحة بس في نفس الوقت يجي برضو بسيط ومفهوم انا جايز بحاول ابتزك في منطقة كده من خلاله بفرصة يعني فاولا اهلا وسهلا بيكم جميعا وتشرفنا بيكم ونتمنى ان شاء الله عن قريب خلال فترة وجيزة ان نراكم رجالا اشداء يحملون راية الوطن وترى الدنيا من خلالهم الانسان المصر العظيم الشامخ كيف يكون وطبعا ما دام السؤال الاول عن الرسالة الى الله التي تحاول ان تعرف وتتبين اداب الدعاء فانا اشرف بتقديم صاحب الفضيلة الضيف الجليل الحبيب علي اللي يتفضل بالاجابة على هذا السؤال وانا افتز حضرتك وطبعا السؤال السؤال التاني برضو حضرتك هتقدمني انا وهكذا يعني نتبادل الله الحمد لله وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحيح والسلام وثني على كلام الشيخ ورحب بكم ترحيف كبير واذا كان سيدنا الشيخ اسامة يعني صعيدي المنشأ والنسبة فالفقير الى الله صعيدي الهوى يعني منذ عشرين سنة تردد على الصعيد واذكر قبل نحو عشرين سنة انا خرجت بسيارة 128 فيات سوقها من القاهرة الى اسوان اللي يتعرف على الصعيد وعلى اهلها واكد كلام الشيخ يعني الصعيد هي خزانة القيم في مصر ولهذا نحن نؤكد مرة اخرى على انه بحاجة الى ان يقدم الصعيد ونامل احنا نتوقع منكم اني ارى من الصعيد نموذج راقي ليس لمصر وحدها لنا كلنا في كيفية القدرة نحافظ على اصالتنا احنا مين وجايين منين واش اخلاقنا وتقاليدنا الطيبة وعلى اخذ كل جديد مفيد في العصر اللي حنا فيه كان فيه تردد يعني ابقى في هذا المجلس او انصرف بعد الكلام عما جرى في اليمن قلب متألة مما يجري ولكن كان الكلام ان احنا هذا الاصل العمل الانسان ما يترك عمله لاجل لاجل الاحداث والشيء اخر انتم الامل عشان ما يتكرر اللي يحصل في اليمن او في غير اليمن او في سوريا او في العراق او ما كان يعني يحاك لمصر او يدبر لمصر انتم الجيل اللي ان شاء الله باذن الله ستحمون المرحلة المقبلة الله سبحانه وتعالى هيحمي بكم المرحلة المقبلة من انه يرجع فيها مرة ثانية سلسان الدم انتم ان شاء الله معقد الامل الدعاء أول الرسالة إلى الله سبحانه وتعالى يوجه الإنسان خطاب إلى الحق سبحانه وتعالى له ثلاثة أنواع أو أكثر النوع الأول الدعاء الإنسان يقول له طلب وحاجة يطلب من ربنا النوع الثاني المناجاة معنى خاص من الدعاء الإنسان لما يحب أحد يحب يتكلم معه لوحدهم واشكذا وحده يحب أحد يكلم بينك كلام خاص هذي يسموها المناجاة يكلم ربنا يقول يا ربنا بحبك يا ربنا مشتاقلك حبيب سيدي ممكن نحرك بس المايك سنة علشان بيغبط الجلبية في مؤثر على الصوت شوية هكذا؟ كده تمام فضل سيدي الدعاء طلب تطلبه وهذا شيء عظيم بدعوني أستجيب لكم المناجاة حديث بينك وبين ربنا مش يقوله كذا في الصعيد حدوتة بينك وبين الله سر بينك وبين الله تحب تكلم ربنا لنك بتحبه وبتشتاقي ليه عاوز تتكلم معه هذي المناجاة الثالثة هي الاستخارة يعني بتسأل ربنا أعمل كذا ولا أعمل كذا يا ربنا أنا محتار درست الموضوع وحللته بس لسه متردد فاتصالي الاستخارة تبني أنا اختار ليدي والذي يا رب دعاء سيدنا الشيخ رسامة اليشار إليه واللي سألت علي سبيع عمر ليهو مسألة الأداب أول أدب نحتاج إليه في الدعاء أن يكون عندنا ثقة يقين أن أنا بطلب كريم اللي أنا بطلب منه سبحانه وتعالى كريم وقادر يعطيني فأنا عندي ثقة في الله أمل عندي عشم في الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية أنا أقدم بين يدي الدعاء قبل الدعاء أحمد ربنا سبحانه وتعالى وأثني عليه وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء أصلي على النبي مرة أخرى واختم بالحمد لله رب العالمين الأمر الثالث أن الإنسان لما يدعو الله عز وجل يدعو بطلبات ترضي ربنا يعني إيه ترضي ربنا ما يجي الإنسان يطلب من الله أهلاك ناس ما يجي يطلب من الله أنه يعني يخسف أرض يجيل هاوي لا يحاول أن يكون دعاءه دعاء بناء مش دعاء هادم دعاء يفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقال له فلان من أمتك أذا فلان فدعاله بالهداية بدل ما يدعي عليه أن ربنا يهلكه هذه بعض من أداب الدعاء التي ينبغي الواحد مننا أن يحرص عليها وأهم شيء حضور القلب ادعو الله أنتم وقنوا بالإجابة يعني تدعي ربنا بأي لغة استطعت تدغي باللغة العربية الفصحة والله جميل هذه لغة سيدنا النبي والقرآن نزل بها ادعي بلهجتك اللي أنتم تعود عليها ادعي وانت ترمي نفسك على الله سبحانه وتعالى يعني من غير تشبيه لما الواحد الولد الصغير حد يضربه هو عاوز يبكي بس لأنه صعيدي وبجدع مش عاوز الناس يشوفه هو يبكي يعمله يسكت صح بعدين لما يروح البيت يشوف أمه قدام ويعمله يقرع له يجي يترمي عليها في حجر هاوي عيق احنا الدعاء معناه نحن نربي روحنا على حجر فضل الله سبحانه وتعالى على عتاب فضل الله عز وجل لكن سيدنا الله يبرك فيكم يا صاحب الفضيلة وكانوا العلماء لما بدأوا يجمعوا الأداب دي ويعملوها في إحصاء علشان تبقى محفوظة يسهل أنها تتحفظ فالعلم قالوا هناك عشر أنواع من الأداب ممكن تصاغ في أبيات من الشعر زي ما حضرتكم صغت وأسماءكم شعرا في الفقرات اللي قدمنا بها قالوا شروط الدعاء المستجاب أتت عشرا بها بشر الداعي بإفلاحي ظهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع حضور القلب يا صاحي وحل قوت ولا يدعو بمعصية بل ما يناسب مقرونا بإلحاحي حل القوت أن يأكل من حلال يا سلام الإنسان إذا أكل من حرام لا يرتفع دعائه فوق رأسه وكلما أراد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى أعوامل ارتفاع الدعاء منصة الإطلاق التي ترفع الدعاء إلى السماء لا تعمل متوقفة ألا يدعو بمعصية كما أشار مولانا الجديد هل يجوز لي أن أعاتب يعني لو هل يجوز عتاب الخالق سبحانه وتعالى في رسالة في خطاب وأنا بصلي هل ممكن أقول له أنا زعلان منك يا ربنا أنا كنت أتمنى تعمل كذا وأنا تعبت وعملت كذا أنا ليه مات والدي وأنا صغير خدت ليه يعني هل يجوز هذا النوع من العتاب عند الصغار والأداب يتجاوز أداب السؤال أو رسالة إلى الله هو الصغير لما بيبدأ علاقته برب العالمين جل جلاله بداية العلاقة بالمولى سبحانه أنها علاقة عبد برب وأنها علاقة الطفل الصغير الذي يبدأ يتعرف إلى أن كل هذا الكون المحيط به نابع من الحكمة نتيجة الحكمة الإلهية ويترتب عقل الناشئ الصغير الطفل والصبي وكذا على أن هذا الكون أقامه الله تعالى على أساس الإتقان أنه منسق مرتب أن كل شيء في الكون يقدمه الله تبارك وتعالى أو يؤخره فإنه نابع من أين الرحمة يوصل الله تعالى به إلى عباده كما للنفع والعطاء ولذلك ففي فارق ما بين العتاب وبين التدلل على الله التدلل على الله طمع رجاء حب تعلق أريحية بيحب ربنا دلال على الله بس أنا بسمعها يا مولانا أنا أسف يا أولاد أنا أخذ الكلام منكم عايز كنتم اللي تقطعوا وتردوا يعني بسمعكم اللي تنزعلان من ربنا لا ما هو بعد لحظات يعني اسمح لي برضو أنا حا يعني حا يعني أنا نفسي حأنزل إلى 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 شرف الصداقة لو أزنوا لي وأنا اللي حأقاطع وأسأل أنا خايف يكونوا مخدودين بس أنتم مخدودين اللي مخدود يرفع إيده عشان همتحنكوا في آخر الحلقة لا والصعيد يتخض لا أطوع ما أنتش مخدودين يعني لو الكلام أنتم مختلفين أو عايزين تقولوا رأيه تاني حتقوله مش فعلا صحي خلاص لا هو محدش يزعل من الحكيم محدش يزعل من العظيم سبحانه محدش يزعل من الجليل من الواحد الأحد إنما بيسأل بيستفهم زي ما الملكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب يا رب إحنا أهل التسبيح والإنابة والحمد والتقديس ما تديناش إحنا الشرف ده وتدي لي كائن آخر يسفك الدماء أهو ده شكله كده اللي يسمعه كده شكله شبه ما يكون إتاب يا رب ليت سيبني أنا وتعطي الآخر الذي هو يسفك الدماء لكن الله تبارك وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون وهم كانوا يسألون سؤال المستفهم عن الحكمة ليس المتمرد كإبليس ليس المتمرد وليس المعالد وليس الذي يخرج عن حد الأدب مع مقام الألوهية فهو ده اللي يسمى الدلال مع الله إنه بيقول لي ربنا يا رب يعني أنا مش فاهم أنا عايز أفهم يا رب نفسي أفهم فهمني يا رب أنا متأكد إنه في حكمة معينة بس أنا بدور عليها ساعدني على الوصول إليها يا رب فأرجو أنه ده يكون طيب هل حابين نكمل الحوار كل واحد فيك يطرح ولا تتكلمه لا أنا أنا أقترح إنه هم يتكلمون نعم يكملوا طيب آآ محمد عايز تسأل في إيه نفسك كده قلت لو قابلت شيخ حقوله طلع من قلبك آآ لدي أربع أسئلة أساسية أساسية والفرع يخليه للحلقة الجاية بقى فضل آآ آآ ممكن مثلا آآ في سؤال دايما بيحيرني بس مع قصص كثيرة للناس ناس صالحين وبيعمل أعمال صالحة كثيرة ويجي يوم قيامة رب يحسبهم بيتحاسبوا على عمل العمل ده بيضيع كل أعمالهم الصالحة وفي أمسال كثيرة فأنا عايز أعرف الإنسان إزاي تأكد إنه هو بيعيش عمل من أعمال دي إزاي الإنسان يعرف إنه هو بيمشي في الطريق الصحيح وإن هو اللي هو بيعمل فيه عمل سيء يدخلوا النار ويضيع كل أعماله الصالحة تمام ما كعشنا مسبحين ربك أحيخلي الحوت عايش لغاية دلوقت يعني إيه معنى الكلام ده بالظهر طيب التالت آآ مثلا جوجه مع الجوج ده البشر آآ 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 البشر اللي بيخليهم آآ آآ اللي بيخليهم عايزين يكتلوا الناس ويأكلوهم كده يعني تمام رابع رابع جمان في واحد خامس كمان جمان في واحد خامس طب خلص الرافع بس ده سبت ابتداء إمتى ماشي يا سي اللهم صلي على سيدنا اللهم صلاة والسلام الرابع ايه أقصى حد القدرة الإنسان يعني زمان البشر كانوا في حراك كتير مختلفة دلوقت التكنولوجيا مقدمة واكيد بعدين هتتقدم فالفين البشر ما يقدروش يعملوا أحسن من الحالات اللي عملوها آآ يعني إيه السقف بتاعهم اللي هتصدم آآ يعني مع القدرة الإلهية ممكن يوصل لحد فين ويوقف ما يقدرش يعمل حاجة آآ يعني آآ زمان طبعا البشر آآ فيها خلاف كبير من حياة حاليا حياة أيام زمان تمام وأكيد طبعا حياة في المستقبل حياة اللبتي هيجأ فيه خلاف كتير تمام فإيه إيه أقصى حد يجال فيه للتطور في الحياة طب أخلق بقى هتحري أيه الخامس ها rooms الناس ايام زمان كانوا حاجاهم كبيرة والاعمار اللي بيعيشوها طويلة جدا فللناس حاليا حاجاهم قلت على الاخر والاعمار اللي بيعيشوها قلت على الاخر طيب رسيدي تشكريني عم محمد انا مش اسألك تاني ازايك يا محمد سنك كم سنة انا في شهر ستة هكمل اتناشر في شهر ستة اللي جاي هتكمل اتناشر اه وفي سنكام دلوقتي ستة ستة ابتدائي اه 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 اهتماماتك يا محمد بتقرأ ايه لما حالي تجذبني لما شيء اجذبك ايه الحاجات اللي جذبتك قبل كده وحبيت تقرأ فيها اه متن معلومات اللي بحب اقراها مسلا بس مش اي معلومات عن فيه منكم معلومات بميل ليها ومعلومات لها وممكن برضو بفضل برضو استماع اه ولم حد يكون بيلقي معلومات باستمع له في مكتبة في المدرسة اه اه هل فيها اريت فيها حاجة يعني متعود انك انت تدخل مكتبة المدرسة اه بدخل احيانا اه واقرأ لما يكون فاضح في حاجة معينة شفتها وعجبتك وقاريتها كتير في المكتبة انا مثلا وانا في الصفوف الابتدائي كان استاذ ليه اه يحرص اوي على انه ادخل المكتبة وكان يديني مجموعة قصص كامل كيلان في السيرة النبوية وانا فاكر المجموعة دي الى الان 30 جزء وكان غلافها لونه اخضر وكان استاذ اسمه احمد السيد وكان يفرح اوي لما غيب يومين 3 ورجع له جزء خلصته يديني الجزء اللي بعده ومرات لقيت عنده في المكتبة حاجة اسمها الموسوعة العلمية المبسرة للاطفال ففرحت بها جدا ودي كانت كتاب غالي في مكتبة المدرسة فلانه اتعود مني ان انا باخد الكتاب ورجعه سمح لي انا وحدي ان انا اخد الموسوعة العلمية المبسرة للاطفال ولما كبرت شوية بدأت ادور الموسوعة دي اعرف اجيبها منين علشان تفضل جنبي على طول فلاقيت منها الموسوعة العلمية المبسرة للاطفال والموسوعة العلمية المبسرة للشباب في حاجات زي كده في مكتبة المدرسة عندكم هو ياخد المستوى الأول على الإدارة في مسبقة المكتبة ممتاز 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 طيب انت دلوقتي سألت أربع أسئلة خمسة السؤال الأول كان عن الأعمال الصالحة وبعض الأعمال اللي مش لا يعني ليه الواحد بيعمل أعمال صالحة كتير ويجي يعمل عمل صالح واحد ففجأة يدخل النار يعني ليه وكيف لا يقع فيها إزاي ما يغلطش الغلطة دي فيعمل عمل واحد كان طول الوقت بيسمع عنه صالح وجاء عمل عمل في الدنيا وحش فيجي ربنا يدخلوا النار فيه طب ليه الناس بتوصل لإنها تعمل أعمال خطأ ليه إزاي يتجنب ده ففي سؤال عن العمل في سؤال عن سيدنا يونس والحوت في سؤال عن ذي القرنين في سؤال عن حدود قدرة الإنسان السؤال الخامس كان إيه أحجام الناس شوف أنا حفظت الأسئلة بتوى أبداع تجاهل أحجام الناس هل نسمع باقي الشباب نسمع الأسئلة كلها وبعدين نكمل اتفضلي يا رود أنا كنت عايزة أسأل سؤال يعني في القرآن بيجي مرة يقول رب المشرك والمغرب مرة يقول رب المشركين والمغربين طيب يعني فين المشرك التاني وفين المغرب التاني ليه مرة يقول مفرد ومرة يقول مسنة وفيه كمان رب المشارق والمغرب طيب طيب ممتاز بس كده سؤال واحد طيب محمد خلاص سؤال كبير مهم وعلى فكرة هم بعد ما يخلصوا الأسئلة أنا حسألهم عن شفية حاجات تانية يعني عايزة أطلع بعض الحاجات طيب مننا عايزة أسأل لحضرتك سؤالين أول سؤال في القرآن آية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشوه على الماء يخصد أي بعرشوه على الماء وهل الماء ده هو الماء لأيام دي ولا أما بقى السؤال التاني فظهر برضو في القرآن الكريم إن أعضاء جسم الإنسان هتشهد عليه إزاي هتشهد عليه عظيم عظيم طيب يا منا نادا أنا بصراحة عندي السؤال المحدد يعني عشان في الغالب لما ببقى في سؤال بيستفزيني يعني ببحث عنه لحد ما لقيه له إجابة فأنا حاليا وتخنقك الإجابات اللي بتلاقيها ما هو أنا ببحث لحد ما لقي الإجابة المخنعة بتبحث فين؟ أو بتبحث إزاي؟ عشان نعلم برضو اللي في سنك إن فيه طرق بحث حلو آآ عن نت جوجل أعلم أهل الأرض بتعتبر إنه جوجل ما بتلاقيش إنه تبقى المعلومة ممكن حاجة تقنعك وتكون خطأ؟ طيب ما هو يعني آآ نوع المصادر علشان آآ الحاجة اللي بيتفق عليها كذا مصدر هي كده طيب هي الصح يعني يعني مفيش ولا سؤال وجودي أو لا علاقة بالخلق أو بربنا أو بالرسل أو بالديانات بيشغلك أو بتتنقش فيه مع أصحابك؟ نا يعني لو سألتك في أي سؤال حتتقدر يتجاوبي عليه؟ لا ممكن يكون سؤال مجاش فيه لي قبل كده يعني آآ طب إيه أكبر سؤال جيب بالك وشغلك وقعدت بزلت جود جبير لحد ما لقيته له الجابة آآ طب أفكر أعديك شوية فكر مجي روحي لأحمد هي عندي تلت أسئلة رئيسية رئيسية برضو طيب أول سؤال ما هي حكمة الله في خلق يأجوج ونأجوج؟ نعم ده السؤال متكرر تمام ثاني سؤال وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا إلا إبليسة إلا إبليس الآية دي بتدل إن إبليس من الملائكة بس هو مش من الملائكة دي بحيراني انت عارف إن مش من ملائكة؟ ما هو من الجن نعم إلا إبليس كان من الجن ففسق على أم ربه نعم ثالث سؤال الشر ده هل هو جزء من الإنسان؟ ولا بيحدث نتيجة للظروف العيش على الإنسان؟ تمام أوكي عبد الرحمن أنا عندي أربع أسئلة أول سؤال تمام ربنا لما خلقش كل الناس يعني ضيبين ما فيهمش أسفات سيئة وفي يوم القيامة كلهم يدخلوا الجنة بغير حساب ثاني سؤال الأخلاق عند الناس بمور الزمن إيه السبب اللي خلها تغيرت؟ يعني مثلا زمان كان الواحد اللي عنده عبد مثلا العبد ده لو لقي حد مثلا تاهي في الطريق أو كده كان ياخده تعال عند بيت سيد مثلا حأكلك وشربك فلما كان سيده ده كان يفرح بكده خالص فكان يعتقى العبد ده ويقوله أنت حر فالسبب أن هي الأخلاق تغيرت حاليا تمام السؤال الثالث في بعض الناس بتعمل بعض الناس مؤسلمة ومؤمنة بالله تمام ومؤمنة بيوم حساب برضو بس بالرغم من كده بيعملوا حاجات وحشة أو بيعملوا حاجات سيئة السؤال الرابع السؤال الرابع ربنا في بعض الناس ربنا ابتلاها بيعوب خلقية إيه سبب كده خلقية ولا خلقية عن الجسم خلقية أو اللي ابتلاقت عموما يعني تمام سهيلة وأنا كان عادي سؤالين أول سؤال ليه ربنا نزل يعني فيه كفار ويهود هو أكيد عارف المستقبل كل واحد مكتوب في التام وإيه اللي حيحصله كده فهو عارف إذا كان ده يعني حيصلم في الآخر أو حيبقى على الديانة الصح فهو حيدخل الضرق أو الجدة فليه يعني السؤال يعني عايزة عارف ليه هو نزله مع الأرض والسؤال التاني يوم القيامة إزاي الناس كلها يعني هترجع تاني مش كله حيبقى حيعيش بيتحاسب هتبقى فيه شمس صعبة وفيه ناس اللي هما كانوا المسلمين جداً هيتحبوا بحاجة يعني مش هتخليهم يعراقوا كده فهما ده السؤالة دي تمام طب هتسمحولي هطلع أفاصل عشان ناخد وقتنا أنا أسئلك حلوة قوي وعايزين نروح إيه مجمع البحوث الإسلامية ونعود ولجنة الفتوى نبتقي بعد الباصل موسيقى